لكن انت عايز كابتن سيد عبد حفيظ هذا المسير للاهتمام والجدل كابتن سيد لما تكلم كمدير للكرة في الناد الاهلي سأل اسئلة المعنى بيها مش عايز يجاوب عليها اقولك اسمك ايه تقولي انا ساكن مش عارف في عنوان كذا يا سيدي انا بسألك اسمك ايه لا اصلا انا كنت في مشوار الفلان وجاي والله بسألك اسمك ايه لا امبارح مش عارف كنت معزوم فين وكلت فين كده هي ماشية بالزهنية دي اسأل سؤالي تجاوب اجابات تانية خالص سيد عبد حفيظ قال في حكام نخبة جهاد جريشة حكم افريقي او من الحكام الافرقى الاوائل راجع من كاس العالم ومحمود البنة حكم دولي ليه الاتنين ممنوعين من ادارة مباريات للزمالك ليه مباريات الزمالك اللي فاتت النسبة الاعلى منها تلات اربع حكام ليه هذه السياسة في تعيين الحكام قال كده وكلكوا سمعتوه لا اساء ولا جرح ولا تجاوز يكون الرد عليه من لسان منفلت معلنة يعني اعتقد قناة الاهلي تربق بنفسها انها توصل للمستوى ده بكل تأكيد احتراما لحضراتكم لكن المعنى بالاسئلة كان الكابتن عصام عفتاح كرئيس للنجلة الحكام الراجل ما جاوبش وجه التهمات فالكابتن سيد ردا على كل هذه التجاوزات اتكلم من بعض مستفهما ومتسائلا ومندهشا نشوفه مش عايز اقلب في اللي فات لكن طالما بقى يعني الامر رسائل والناس بتاخد منه انا وبقى فيه نقد رغم انها ممكن تسمع في الحد تاني والامر يبقى عادي يعني كان لهم يكن يعني احنا هاديين جدا في طبعنا حتى لما بنطرح اسئلة او بننتقد ناس فبنتكلم بهدوء شديد جدا انا بوصل المسيج للراجل اللي هو مش عايز يعني فاكر الموضوع خناءة ده يعني خليك هادي خليك بارد الليلة طويلة والسنة بعيدة واحنا مع بعض يعني وقع تفتكر ان انت لما هتتكلم مش هنرد عليك يعني انا مواجهة نظري الموضوع انتهى موضوع انتهى هتتكلم هنتكلم هتتجاوز هنتجاوز وانا بديك نصيحة الواجه الله يعني خلاص يعني مع النادي الاهلي ما تقولش كلام انت ما تقدرش تنفزه ومع النادي الاهلي ما تحلمش حاجة ما تقدرش تعيشها يعني احنا بنقرب ده وهي نصيحة وقع تفتكر ان الموضوع بالنسبة لنا يعني هيبقى مداخل التليفون فهتاكل حد بصوتك الموضوع ده منتهي خالص خالص انت بتتعامل مع النادي الاهلي بتتعامل مع النادي الاهلي ولازم تعرف كويس او انت بتتعامل مع مين بس ده كلام الكابتن سيد انتوا ليه ما بتجاوبوش عليها انتوا ليه بتاخدوا منه وتعملوا رسائل انتوا ليه راحين في سكة تانية خالص ليه ليه عشان تشويق بالزبط على فكرة احنا بنتعرض هنا برضو نفس الشيء يقولوك حاجات ويردوا عليها وما قلنهاش هنا بالزبط او ما كانش ده الموقف او السياق اللي بنتكلم فيه فمسألة انك انت تاخد واحد في منطقة انت عايزة عشان تهاجمه والناس وراك تؤمن لأ كابتن سيد اللي بيقولوا كلنا معاه فيه ما مش لوحده خلاص ما ينفعش ما ينفعش ان احنا كل ما نتكلم كلمة يلاق كده كمان التحريض في الكتاب الالكترونية اياه اه يعني وبعدين يطلعوا يعترفوا بان دي سياسة احنا متابعين السياسة دي ده سياسة مدفوعة لأ لأ النادي الاهلي في رجالته مش محتاجين اي مساعدة من حد في الصح حندافع عن نادي الاهلي في الحقيقة حنقولها للناس عن النادي الاهلي في التجاوز الشخصي مش هنرد عليه لكن التجاوز في حق النادي الاهلي هنرد عليه وممطار قوة ما لهاش معنى انك انت تهاجم منها في حساب او بمنع عن الرد ليه ليه انا قبتاز كنادي الاهلي لقى ان احنا عندنا قيم ومبادئ وما بنردش وبنترفع تيجي واحد الغريبة ان حتى من لجل الحكام يقولك الاهلي ما يردهوش كده هو عشان ما يردهوش كده تعمل انت كده اه صحيح يعني انا ما يردنش كده اه وانت المفروض ما يردكش كده اه انما اذا ردت بكده حنردى بكده هي كده حلوة اذا ردت بكده حنردى بكده اه